الواشنطن بوست الأمريكية كشفت عن تفاصيل ومعلومات استخبارية خطيرة للغاية متعلقة بضربات إسرائيلية موجهة ضد منشآت يتم فيها تطوير أسلحة كيميائية خطيرة ومحظورة للغاية وإيران ليست بعيدة أبدا من هذه القضية دعونا ندخل في تفاصيل هذا الأمر الذي تحدثت عنه الواشنطن بوست هذه الضربات التي قامت بها إسرائيل هي تمت في الأراضي السورية هذه هي الأراضي السورية أمامكم هذه النقطة تمثل حمص وهذه النقطة تمثل العاصمة السورية دمشق وهذه الضربات تعود إلى شهر ستة عام 2021 هي تحدثت عن ضربتين في شهر ستة 2021 من هذا العام يعني تمت الضربة والاستهداف والغارة استهدفت ثلاثة مواقع أما بالنسبة للضربة الأخرى والغارة الأخرى من إسرائيل هي تمت ضد موقعين في العام الماضي في شهر ثلاثة دعونا نبدأ من هذا الهجوم الأول لنتعرف على تفاصيله سلاح جو الإسرائيلي باختصار قام بعملية هجوم عبر البحر المتوسط وقاموا بضرب الصواريخ باتجاه حمص مباشرة مستهدفين موقعين من هذه الثلاثة مواقع التي نتحدث عنها لأن في هذه المواقع تحديدا هناك مواد كيميائية خطيرة تدخل في عمليات التسليح الكيميائية أما بالنسبة للموقع الثاني فهو كان بالنسبة لإسرائيل بهذا الاتجاه نقطة تبعد 160 كيلو مترا عن العاصمة السورية دمشق وهذه النقطة تسمى قرية الناصرية وكانت هي عبارة عن مخبأ للأسلحة وبالتالي النقطتين هنا في حمص هي كانت الأخطر والمتدخلة في عملية الأسلحة الكيميائية وتصنيعها أما بالنسبة للضربة الثانية التي تمت ضد موقعين هي تمت أيضا بنفس الطريقة ولكن أيضا ضد حمص وهي كانت على هذين الموقعين من هذين الموقعين هناك موقع واحد هو الذي كان يتم فيه عملية صناعة الأسلحة الكيميائية وأن هناك مواد كيميائية أطلقت عليها الواشنطن بوست بالTCP كما تحصلت من المعلومات الاستخبارية التي كشفتها وبالتالي هذا الموقع هو متمثلا في فيلا هي التي كانت موجودة فيها هذه المواد والموقع الثاني هو عبارة عن مجمع سكني دعونا نذهب أولا عبر الأقمار الصناعية إلى هذه الضربات نركز على الموقعين هنا في حمص وعلى هذا الموقع أيضا لنذهب إلى الأقمار الصناعية لنرى الآن بالنسبة لهذا الموقعين أو هذين الموقعين التي نتحدث عنها هذه حمص التي ترونها أمامكم هذه المواقع هي موجودة غرب حمص تقريبا بهذه النقطة على بعد عشر كيلومتر فقط دعونا نرى هذه المنشآت المهمة التي يتم فيها عملية تطوير الأسلحة الكيميائية وطبعا هذه هي المنشآة الأولى وهذه هي المنشآة الثانية دعونا نبدأ من هذه المنشآة ثم ننتقل إلى المنشآة الثانية لنرى ماذا حدث في هذه الغارات هذه هي المنشآة الأولى التي تحدثنا عنها وبعدها مباشرة بعد الغار اللي صارت طبعا في يوم ثمانية ستة من هذا العام تحديدا مباشرة الأقمار الصناعية ثاني يوم وضحت بأن تغير شكلها تماما وتم ضربها وسحقها بالكامل أما بالنسبة للمنشآة الثانية هي هذه المنشآة كما ترون بهذه النقطة والأقمار الصناعية بعد تحديثها بعد الضربات التي تمت هي ظهرت بهذا الشكل ولذلك إذا ردنا نأخذ صورة أوضح هذه الأولى المنشآة الأولى وهذه المنشآة الثانية وهنا صور الأقمار الصناعية واضحة جدا تغير شكلها تماما في القمر الصناعي مما يوضح الضربة كانت قوية للغاية بالإضافة إلى ذلك أنه في هذه الضربة قتل فيها سبعة جنود وضباط في الجيش العربية السوري بالإضافة إلى شخص مهم للغاية تمت به الواشنطن بطوست الأمريكية هذا الرجل هذا هو أيهم سليمان إسماعيل وهو رجل عميد مهندس في الجيش العربية السوري والواشنطن بطوست قالت بأنه كان ضابطا سريا يعمل بسرية وخبير في عملية تحويل المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنشآت إلى أسلحة كيميائية ونتحدث هنا عن سلاح مهم جدا ومحظور وخطير ألا وهو غاز الأعصاب أو غاز السارين القاتل هذا الرجل مختص في هذه العملية بكل تأكيد أما بالنسبة للضربة التي تمت العام الماضي في شهر ثلاثة تحديدا هذه هي حمص التي ترونها الفلا التي كانت فيها موجودة المواد الكيميائية تقريبا تأتي بهذا الاتجاه دعونا نتجه إلى هذه الفلا هذه الفلا طبعا هي موجودة بالقمر الصناعي بهذا الاتجاه كما ترون وبعد الضربة مباشرة وبعد التحديثات طبعا إلى حد هذه اللحظة أي شخص يدخل على الأقمار الصناعية سيلاحظ تماما بأن الفلا دمرت بالكامل بهذا الشكل وهذا اللي ثبتت الواشنطن بوست عن هاتين الغارتين والتفاصيل التي ذكرتها لكم النغارة الثمانية يونيو كانت جزءا من حملة لوقف محاولة الناشئة من قبل سوريا لاستئناف إنتاجها لغاز الأعصاب السارين القاتل وأضافت أيضا أمر المسؤولون الإسرائيليون بشني هذه الغارة وواحدة مماثلة قبل عام أي شهر ثلاثة 2020 بناء على معلومات استخبارية تشير إلى أن الحكومة السورية كانت تحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء برنامج الأسلحة الكيميائية والسؤال هنا من أين تحصل سوريا والنظام السوري على هذه المواد في ضي كل هذه الظروف التي جرت في سوريا من الذي يدعمها هذا الأمر يعود إلى عام 2011 عندما قامت الثورة السورية بشكل كبير مباشرة في عام 2012 وتحديدا في شهر 7 الواشنطن بوست وبوثائق أكدت أن إيران تساعد سوريا في الحصول على هذه المواد الكيميائية وكذلك تحويلها إلى أسلحة كيميائية وتحديدا إلى غاز السارين القاتل على كل المستويات من مستوى المواد من مستوى الخبرات وغيرها من هذه الأمور ليس هذا فحسب بل أن عمليات التفتيش التي قامت بها الأمم المتحدة بمشاركة منظومة حضر الأسلحة الكيميائية قاموا بعمليات تفتيش في عام 2013 وبأعوام من أجل عملية الخلاص من هذه الأسلحة الكيميائية التي اتهم نظام بشار الأسد بأنه استخدمها ضد الآلاف من الشعب السوري أثناء هذه الأمور والتفتيشات الولستري جورنل في عام 2013 كشفت تفصيلا مثيرا عن هذا الموضوع في بعض المواقع اشتبه المفتشون في أن الحراس كانوا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيا مدعومة من إيران يرتدون زي الجيش السوري وهذه الشكوك لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في مسألة تغلغ الميليشيات في الجيش السوري وارتدائهم لملابس الجيش العربي السوري هذه القضية يجب أن ننتبه إلى غاز السارين لكي نتعرف عليه قليلا هذا الغاز القاتل هو لا لون ولا رائح له وهو ممكن أن يصيب أي شخص مباشرة عن طريق العيون أو عن طريق مثلا التنفس وكذلك ممكن عن طريق الجلد يدخل إلى الإنسان ويقتله إن لم تتم المعالجة بسرعة وكذلك إن هذا الغاز ممكن أيضا والبخارة الخاص به ممكن أن يدخل إلى الملابس وبمجرد ما يلمس الملابس سيستمر عملية وجوده في الملابس ويظل عالقا في الملابس لمدة ثلاثين دقيقة وبالتالي هذا لا يقتل فقط الشخص اللي هو تعرض إلى غاز السارين لا أبدا بل إنه سيعرض الآخرين أيضا إلى الخطر وممكن أن يقتلهم جميعا كذلك إنه ممكن أن يذوب سهل الذوبان جدا قطرة واحدة منه ممكن أن تذوب في الماء وهي كافية لقتل أي شخص بالإضافة إلى ذلك بأن هذا الغاز أيضا ممكن أن يصيب الطعام ويصير ويتحقق ويتم تسمم في هذا الطعام مما يؤدي إلى قتل أي شخص بشكل مباشر هذه القضية وتوقيت الكشف عن هذه المعلومات من قبل الواشنطن بوست هي قضية مثيرة خاصة وأنها تأتي في ظل تهديدات مباشرة من إسرائيل من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية مع التقدم الإيراني ووضع المفاوضات النووية وإزرايل ريدار اعتبرت بأن هذه القضية وما يجري الآن في هذا التوقيت منك أشف لي معلومات هي بطاقة صفراء موجهة إلى إيران بأننا نعرف كل صغيرة وكبيرة وكل حركة تجري في هذه المسائل وسنستهدف عندما نريد الاستهداف ولكن من جهة أخرى هي تسبب مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذا التطور الجديد في سوريا كون أن المفاوضات النووية تعاني ما تعانيها الآن كذلك إيران متتقدم في التخصيب على مستوى عدد من المشآت منشآتين على الأقل مع منشآتين أخرى كشف عنها رئيس الموساد الإسرائيلي في زيارته الأخيرة بحسب عدد من التقارير والأوساط الإسرائيلية التي تحدثت عن ذلك كذلك بأن الميليشيات في العراق هي على موعد مع القوات الأمريكية خاصة بعد إعلان فرانك مكنزي قائد القيادة المركزية الوسطى ببقاء 2500 جندي أمريكي وهذه طبعا معناته أن التصعيد العام القادم سيكون موجودا وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى يوم أمس يؤكد دخول الشاحنات المحملة للميليشيات المحملة بالصواريخ والأسلحة وهي متنكرة نوعا ما وتضع الصواريخ في داخل شاحنات محملة بالخضار وغيرها تدخل إلى الأراضي السورية وتنتقل من الميادين إلى منطقة معدانة وبالتالي هذه نقل أسلحة كبيرة جدا على مستوى ألبو كمال وهذه المناطق اللي هي غرب نهر الفرات وهذا أيضا يضع قواعدا أمريكية مهمة مثل حقل العمر النفطي شرق نهر الفرات هذا هو نهر الفرات الذي ترونه وكذلك قاعدة كونيكو وكذلك قاعدة الشداد كلها معرضة إلى هجمات ممكن أن تتم والآن نحن نتحدث عن عملية تطوير أسلحة كيميائية يسعى إليها النظام السوري بمساعدة إيران وخاصة هذه القضية وتفصيل النظام السوري وقضية ظهور غاز السارين من جديد هي قضية نوعا ما تحرد جو بايدن خاصة وأن الاتفاق الذي تم في فترة باراكو أوباما على هذا الموضوع ووعد بوتين وبشار الأسد بأنه لن يتم عملية تطوير هذا الغاز بأي شكل من الأشكال أو الوصول إلى هذه المواد الكيميائية وتم حضرها بشكل مباشر إلا أن هذا الأمر عاد ليظهر من جديد وكما نعلم جو بايدن كان هو نائبا لباراك أوباما وبالتالي هذا يعتبر جزءا من إخفاق تم في هذه القضية تحديدا وبالتأكيد هذه الأمور قد تكون لها انعكاساتها المباشرة على المنطقة وعلى طبيعة التطوير ترجمة نانسي قنقر